اشتركوا في القناة هذه المجلة ليوم الخامس من شهر يونيو حزيران عام 1967 ولحظات مفيدة وممتعة عزيزي فريد خبر منك أتار عجبي وتقديري خبر يقول إنك خلال وجودك في الكويت أدليت بتصريح صحفي وتلفزيوني تقول فيه إنك ترى في ضرة الخليج العربي نهضة فنية شابة تبشر بالخير لذلك فإنك على استعداد لأن تضع نفسك في خدمة هذه المواهب بصفتك ملحنا وموسيقيا ومطربا وفنانا مخضربا له وزنه وله تقله في ميزان الفن بالشرق العربي ولما سئلت عن كيفية تنفيذ وضع النفس هذا أجبت أنك مستعد لأن تكون موظفا تابعا لوزارة الإرشاد والأنباء برتبة معلم أي أنك ستتولى الإشراف على القسم الموسيقي في الكويت لتكون أستاذا عربيا ينشئ تلامذه ليصبحوا أساتدة وقد قبل اقتراحك هذا بالترحيب الشعبي والرسمي وكان في مقدمة المرحبين وزير الإرشاد والأنباء الشيخ جابر العلي الذي شكرك على هذه البادرة وقال لك ما خلاصته ومعناه أبشر ومعنى أبشر أن الكويت يرحب بك ومعناه أيضا وأيضا أن الزمان إذا جار عليك وجعلك عاجزا عن الغناء فإن الكويت تمد لك يدها لتضمن لك مستقبلك وحياتك الرغيدة ومعناه كذلك أن فريد الأطرش الذي خلقه الله فنانا سيحارب في جبهة الفنون حتى آخر نسمة من حياته خبر المتير هو خبرك هذا يا فريد وهو يمثل لصورة رائعة من صور كفاح الفنان الحقيقي في هذه الدنيا تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفنان الزمن الجميل بواسع رحمته وغفر لنا ولهم وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة ومتعهم بموفور الصحة والعافية وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون